قصة غريبة جدا اسمعي قبل ما تطلب الطلاق اسمعي هذه القصة واسمعي يا أخي الفاضل تستغربوا طالب الطلاق ليش لأنه شايفة حمرة حدا بايس قفة زوجها كرمكم الله تعالش يعني القفة يعني مؤخرته طيب وفي حمرة يا نور السموات الأرض هذي كيف بدنا نفصلها كيف بدنا نرقعها كيف بدنا طيب شو اللي صار شايفة بوسة على قفة قفة كرمكم الله تيجيني قصص غريبة قصص تطير العقل أوكي بعد التحري وبعد البعد 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 شو اللي صاير سيمبل هذه المحرمة كانت راح تسبب طلاق هذه المحرمة طيب وأنا مغطي جزء من الاسم مطعم شان معملهم دعاية أفندي الأستاذ الأفندي كرمكم الله لما رأى على الحمام تواليت اللي هو الحمام الواشروم اللي هو بيت الخلاء أكرمكم الله العام اللي مثلا بالمول اللي بالمطعم فحط كم من وحدة من هدول طيب على التواليت وتكرموا وحدة منهم الحبر طلع وختموا زي البقر أكرمكم الله ختموا طيب بس ما بيّن الاسم بيّن زي إنه كأنه حمراء بيكم من مكان من وراء إن جنت إن جنت إنه مين بايسك ومش عاف شو وحمراء ومش عاف شو والله يا جماعة الخير والله يا جماعة الخير إن هذا الأمر يعني صدقا إشي يعني لا يخطر على البال سبحان الله بعد تحليل الأمر وبعد 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 والله سبحانه وتعالى جعل له مخرج كاين قاعد على كم من وحدة من هدول مغطي فيهم تكرموا التواليت وفعلا مع المية وهذا حل الحبر هنا طيب ها يعني ها شوف بإيدي بعمل هيك طيب شوية لعاب حل الحبر طيب حل الحبر فصارت طوشة كبيرة عريضة طبعا شاهدت قصة بتشبهها بس طبعا من زوجة شيطانة من أولياء الشيطان عملة كمين خلينا من هذا الموضوع فالقصص هذه الغريبة يا جماعة الخير لذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا تعرفوا شو مشاكلنا؟ تعرفوا شو مشاكل الأسرية ومشاكل الدنيا ومشاكل الصداقات والعلاقات إن الإنسان ما بتبين ما بتبين ما بيشوف إنه إيش الصدق يعني لو شغلة واضحة أمامك كيك لا بس منكم إلا هو وجه ثاني معي؟ يعني لا تفكر إنه بس مشانك أنت شفت إنه هذه بيضة تفكر إنه كلها بيضة لا إلا هو وجه ثاني فلذلك أحباب الله دائما للحقيقة وجه واحد طيب بس إحنا منشوف أحيانا الوجه الآخر هي الحقيقة واحدة بس فقط لا غير فتحروا تبينوا لذلك ورب الكعبة إنه في قصة بسبب رقم صفر صفر بالعربي النقطة كانت راح تسبب طلاق ودمار وقتال واللي بدك ياه فإحذروا إحذروا حذر شديد ضحكت شوية بس صراحة يعني كان كان يعني الوضع خطير جدا أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم